بتلنا عليه كذا مرة وبصراحة بس انا هاجي للسؤال ده سنة قبل ما اقول علشان سارة حبيبتي ونور لتنين من عشاء الشاي بلبن ايه وده المشروب الرسمي في مصر تقريبا يعني جميل اه هو محبوب للغاية جدا ومعظم الناس تسحى عليه وتتعشى به مع ساندويتش جبنة ايه حكاية الشاي بلبن الشاي بلبن عادة لطيفة ناس كتير بتحبها وانا عندي شخصية مراتي نفس القصة طيب بس هنتكلم على الفايدة احنا عايزين نتكلم على الفوائد لو السؤال للفايدة انما هو مش مدر او مفوش مشكلة بس اما اجي اتكلم على الفايدة الشاي في حد زيته مفيد جدا لانه عجب فيه حامد تانك اللي هو الوحش اللي بيقولوا عليه بيرسم الحديد صح وم بيرسمش الحديد بس هو بيرسم كل المعادل للامانة بس ده في الشاي المغلي مش في الكشري الكشري لون يعني لو حطينا المية اللي بتغلت على الشاي بس من غير ما نغليها خلاص خلاص ما فيهاش مشكلة لكن لو غلينا الشاي ساعتها بيرسم المعادل كلها بما فيها الحديد بس برضو خليني افكر نفسي بحاجة الشاي المغلي هو اللي عليه الكلام ايجاب او سلم اما الشاي الكشري طعم بس فيه فوائد بتتاخد منه؟ طبعا المغلي المغلي اللي فيه فوائد؟ اه طبعا هو الكشري بالنسبة لي مفوش فايدة كمان؟ خالص لا له فايدة ولا له ضرر اه انما انا بتكلم على المغلي ولذلك حضاك في صعيد مصر تلاقي معدل الاصابة بامراض القلب الوعائية قليل احنا هنا اللي عندنا تصالبات شرايين وقلت حيا زي كده لبسها بالشاي المغلي؟ طبعا لانه من ضمن ما بيرسم بيرسم الكوليسترول اه هو انا عايز ارسم حاجة والتانية لأ بيرسم كله بيرسم كله بس كمان فيه سيوفلين مركب يوسع الشعب الهوائية ولذلك سكان المناطق اللي فيها شوية تلاوسات ما يعرفش يفتح عينه الصبح يلا على كوبية شاي صخنة اما حد برسونالي يجي يشتغل حاجة في البيت يكسر بتاع تراب مش عارف ايه كل شوية يقولك والنبي شوية شاية يا ست والنبي شوية شاي مش عارف ايه انتي تقولي ايه هو ايه هو بيضيع فوقت لا هو من غير شوية الشاي التقال معرفش يتنفس ترابه الاسمنت مقدارش فالشاي فيه سيوفلين ووسع الشعب الهوائي فيه فلوفونايدز اما بتقلب الشاي يا استاذة وديه كلها علي انه يفهمها اما من ايه الشاي بتلاقي رغوة في النص الناس بيعرف منها دي فلوفونايدز دي مضاد اورام انا يبقين علي الامة اللي في الكوبايات كلها واخدها انا انا ايه المعلومة دي انا مضمن الناس اللي بتشيلها بصراحة بس لا بالحكس دي جميلة لا انا بتتصور ان شاي ما عليتها راسوبات عليش ويت لا 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 فحضيك الشاي ما تشيلوش ما تشيلوش سورة الشاي زي ما بمطبق عليه بالضبط كده الفلام ده رائع وجميل اللبن كمان ممتاز بس لما بحط اللبن على الشاي انا بضيع فوائده في مادة التانيك بتترسبه والتانيك بيبوز للكزيم بتاع الشاي بتاع اللبن يبقى كل منهما يبوز فايد اليداني انما مزاج اشرب بألف عنا اشرب مزاج لكن ما تكلميش عن فايدة ولا عن ما تحسب لها ليش ان انت شربت شوية لبن ولا خدت فايدة الشاي طيب سمعت يا سارة سمعت يا نور سمع كل الناس اللي بتحب الشاي بلبن بما فيها زوجة ضفنة النهاردة الدكتور ماجدي نازيه خبير التغذية انا مش عارفة شكراك ازاي بصراحة للاستجابة وجودك معنا دراب